موديل الفني لنادي مصر السابق الحقيقة برضو واحد من موديلين الفنين اللي قدوا بشكل جيد خلال الفترة وبعد كده بعد هزيمة الجيش قدم استقلته كابتن عبد الناصر ازاي حضرتك؟ مساء الخير ازاي كابتن اسلام ازاي حضرتك فردت وبرحب طبعا بالكباكة من الكبار اخوتي الكبار اللي عندك كابتن عادل كابتن ابراهيم كابتن عادل قائمة نورنا الله يخليك كابتن عبد الناصر كابتن عبد الناصر ايه رأيك في موضوع تغيير المدربين 11 مدير فني تم تغييرهم في اقل من 18 مباراة هي دي مصر احسن رض طب يعني نقفل خلاص يعني احنا مشكلتنا في مصر بنبص للنتايج بس ما نبصش يعني لاداء المدرب مع فرقيته عامل ازاي اه اه في اغلب الاحيان انا بتكلم في اغلب الاحيان في اغلب الفرق يعني يعني في مدربين بيشتغلوا شغل كويس وشغل مشترم اه لكن مع نتيجة اه نتيجة او نتيجتين بالهزيمة بيتبم تجديد الثقة وطبعا حضرتك حاجة تجديد الثقة دي معناها المدشة اللي جاي حتمشي اه مدشة او مدشة ما حتمشي صح بالضبط كده يعني فهي دي المشكلة في مصر يعني احنا ما عندناش استقرار في المدربين زي بره بره بيكامل لنهاية الموسم يعني نادرا ما بيتغير مدرب اه في نصف الموسم او بعد هزين ثان ثلاثة اه لا بيكمله بيحزبه المدرب طبعا في اخر الموسم هنا في مصر لا ما فيش الكلام ده اه يعني بس اعتقد كابتن عبدالرحمن لو فيه هدف يعني مثلا لو انت متفق على مع نادي مصر على البقاء مثلا في الدوري في ظل النتائج يعني لسه كابتن عدل طايمة وكابتن ابراهيم وكابتن عدل عبدالرحمن كانوا بيتكلموا على ان فريق مصر من الفرق اللي قدت بشكل جيد جدا ولكن ولكن في النهاية ولكن في النهاية نادي مصر في المركز الثمنتاشر انا معرفش طبعا حضرتك اتفقت معهم على هدف ايه بصها يا كابتن انا مسكت الفرقة قبل الدوري بعشر سيه اه يعني مش انا اللي عملت الاعداد ومش انا اللي جبت اللعيبة ومش اه مش بتحجج بالعكس انا انا قبلت المهمة وقلت لهم ان انا هشتغل وحتعب مع الفرقة اه اه اتفاقنا ان احنا هنكمل لنهاية الموسم سواء حصل اخفاق او ما حصلش اخفاق اه اه اللي حصل الحمد لله احنا اشتغلنا كويس جدا وكملنا يعني وصلنا المرحلة الممتازة مع الفرقة وخصوصا بعد التوقف الشهر الاولاني اللي حصل بعد ما خمس مباراة اوقتنا شهر اشتغلنا مع الفرقة وعملنا النتايج كويسة بعد كده اه اخر مباراتهم بصراحة يعني اه الهزيمة اه اتهزمنا بفعل فعل وكان التحكيم السبب رئيسي في المباراتين مبارات كرامت احنا كنا نتج اطرد منك ثلاثة اه اه واضطرد مني ثلاث لعيبة خسرت المبارات من واحد اه وخسرت اللاعبين في المبارات اللي بعدها اه واخسرت الثلاث لعيبة المهمين قوي بص يا كابتن اسلامة انت عارف انت عارف الفرق دي بيبقى عندك اللاعيب زي الكند يعني البديل بتاعه مش سهل فانا كان عندي ثلاث لعيبة اوكا واحمد يوسف واسلام صالح من اهم ثلاث لعيبة عندي في فرق ايه والثلاثة اللي بطردوا طبعا خسرتهم في مطس الجيش الاداء في مطس الجيش لتراحة اختل بطريقة كبيرة لكن عايز اقول لك برضو احنا واحنا مهزونين اربعة احنا كنا كنين في فرق جبنا جول مصطفى سلطان جاب جول في الجيش اتحسبوا الصيد وهو مش الصيد يعني كان ممكن يرجعني للمباراة اه ده اللي حصل في المباراتين واخترنا الابرة يعني شاكت ان احنا يعني لازمنا نتصل يعني انفصلنا بجدوك الحمد لله يعني نتمنى لكم كل التوفيق يا كابتن عبدالناصر المديرين الفنيين الاكفاء الحقيقة نتمنى لك يا رب كل التوفيق لا والله الحقيقة قدمت مستوى جيد والله يا عبدالناصر في الوقت اللي انت مسكت فيه م rocky اللون صلاة